يا لها من شجرة ظلها وارف وثمرها شامل تشتاق إليه النفس إنها ثمرة المنهج الحسي إن هذا المنهج لهو أوقع في الدعوة وأكثر أثرا أو أشد وقعا في نفوس المدعوين وبعد أن وقفنا على هذه الصورة من بيان المنهج الحسي وكذلك أبرز أسليبه أقف بك الآن عزيز الطالب على ميادين استعمال هذا المنهج إن ميادين استعمال المنهج الحسي كثيرة متعددة ومتنوعة منها في تعليم الأمور التطبيقية العملية والدعوية التي لا بد من أن يسير إليها وعليها الداعية تعليم الأمور التطبيقية العملية في الدين والحث عليها والدعوة إليها كما فعل صلى الله عليه وسلم في تعليم الوضوء والصلاة والحج لقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الدعوة الحسية أنه كان يتوضأ أمام أصحابه فيشاهدون وضوءه فيتوضؤون بوضوءه كما كان يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي وكذلك يا حج صلى الله عليه وسلم عندما حج وقال خذوا عني مناسككم إشارة إلى أن هذا الأسلوب أو هذا المنهج يستعمل في هذا الميدان ميدان العمل والتطبيق كذلك من مواطن استخدام المنهج الحسي في دعوة العلماء والمتخصصين في العلوم التطبيقية التجربية كثير هم أولئك الذين يفهمون الحياة التطبيقية والعلوم التجربية دون أن يقفوا على طبيعة التشريع فحري بالعلماء الدعاء أن يقفوا بهؤلاء العلماء الذين عنوا بالجوانب التطبيقية والعلوم النظرية فيلقنوهم ويطعموهم بهذه الوسائل الدعوية التشريعية حتى يجمع أولئك العلماء المدعوون أولئك يجمعون بين العلوم النظرية والتطبيقية وبين المنهج الدعوي فيكونون دعاة من طراز فريد والتاريخ شاهد على كثير من أولئك على كثير من أولئك الدعاء أيضا يستخدم المنهج الحسي في دعوة المتجاهلين للسنن الكوني والمنكرين للبدهيات العقلية وهذا اللون من المناهج الدعوية يفيد مع هؤلاء حيث إن المتجاهلين للسنن الواقفين على طبيعة المناهج بأداء الدعاة المخلصين وكذلك أولئك المنكرين للبدهيات العقلية يتأثرون بهذا الأسلوب وحري بالدعاة أن يلموا بهذا اللون من الدعوة كذلك بعد أن وقفنا على هذه الميادين نختم ببيان خصائص المنهج الحسي من أبرز خصائص ومميزات هذا المنهج الدعوي أنه سريع التأثير لماذا؟ لأنه يعتمد على المحسوسات والناس دوما يؤمنون بالمحسوسات أكثر ما يؤمنون بالغيبيات أو المعقولات إن المحسوسات دوما تسلم الإنسان أو تسلم الإنسان إلى الاعتراف وبناء الجانب النفسي في قلبه لماذا؟ لأنها تسرع في قلبه وعقله ووجدانه ولذلك أبناء الطلاب هذا الأسلوب إنما هو من أهم ما يميزه أنه سريع التأثير لاعتماده على المحسوسات وأيضا عميق في نفوس البشرية يعني تأثيره أبعد غورا من تأثير غيره من المناهج الدعوية كذلك من أبرز خصائصه أنه يتسع لاشتراك الناس جميعا في أنواع الحس أو بعضها إن المدعوين كثر لماذا؟ لأنهم دوما يميلون إلى الحس فالناس بطبيعة الحال يؤمنون بالمحسوسات ولذلك يشملهم هذا اللون من الدعوة كما أن من خصائص المنهج الحسي أنه يحتاج في استخدامه في كثير من المواطن إلى خبرة واختصاص ليس كل داعية يستطيع التعامل بهذا المنهج إنه لا يحسنه إلا طراز فريد من الدعاء وحري بك عزيزي الطالب أن تتحسس أخبارهم وأن تتعرف أحوالهم وأن تقف على تاريخهم حتى تستقي طريقتهم في الدعوة ترجمة نانسي قنقر